تكلموا على ثلاثة بالآيات بإذن الله إذا قرأتهم أو قرأتهم على المريض يشفيه الله بتوفيق الله فتابع معي الفيديو للأخير ولا تنسى الاشتراك تحية طيبة أحبابي الكرام آيات الشفاء أو ما يعرف بآيات الشفاء التي إذا قرأ الإنسان بقلب مطمئن يشفيه الرب جل وعلا آيات الشفاء في القرآن وهي آيات شفاء من كل داء ورد فيها ست آيات ذكرت فيها كلمة شفاء واليوم بإذن الله سنعطيكم ثلاثة آيات منها بإذن الله عز وجل وما اشتق منها وتقرأ على المريض رجاء أن يشفيه الله تبارك وتعالى أول آية أحبابي الكرام يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين هذه الآية إذا قرأت على المريض ضع يدك على صدره ثم قرأها بإذن الله أو يضع يده على صدره هو ثم يقرأها بتوفيق الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين هذه الآية الأولى بتوفيق الله تبارك وتعالى الآية الثانية أحبابي الكرام يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذه الآية الثانية أحبابي الكرام والآية الثالثة أحبابي الكرام يقول رب جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بإذن الله سنجمعهم في رقية واحدة حتى يستمع الإنسان وإذا أردنا نسمع بإذن الله وأسأل الله تبارك وتعالى لنشفي جميع المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أحبابي الكرام أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي كل مريض ولا تنسى أخي الحبيب تلاوة صورة الفاتحة سبع مرات وتقرأ سبع مرات لأن حز وجل سماها بالسبع المثاني فهي أعظم صورة في القرآن الكريم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لم ينزل الله مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله